أجرت CGTN مسحا متعدد لغات عبر قنوتها على الإنترنت بشن فضيحة المنشطات الأمريكية التي تم الكشف عنها مؤخرا شارك نحو 15 ألف شخص في المسح الذي استمر 16 ساعة وخلصا لأن أكثر من 90% من المشاركين يعتقدون أن هناك مشكلة منهجية تتعلق بطعة مناشطات في الرياضة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك يعتقد 96% من المستطلعة أراؤهم أنه يجب زيادة عدد اختبارات المناشطات لرياضيين الأمريكيين خلال أولمبيات باريس لاستعدة الثقة والمصدقية